الحمد لله والصلاة والسلام ونتمال أكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه إن رابطة وعلاقة الزواج علاقة عظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكم استحلمتم فروجهن بكلمة الله وقال الله تبارك وتعالى من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكونوا إليها ورابطة الزوجية رابطة عظيمة والرجل قوام على زوجته قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم رائعين وكلكم مسؤول عن رعيتي في المرأة من رعية الرجل وهو مسؤول عنها نصحا وتوجيها وإرشادا وليس لها أن تخرج من البيت بلا إذن وليس لها أن تسر خارج البيت في الساعات الطويلة من الاستئذان وهذا معروف عند أهل العلم فجاء في أسفل المطالب مع الحاشية قوله ولا يلوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه فإن خرجت دون إذنه كانت عصية ناشزا تسقط نفقتها وتأثم بذلك لكن يستثنى حالات الاضطرار يستثنى حالات الاضطرار هذا إلا كانت في بيت الزوجية طيب إذا كانت في بيت والدها وهو أيضا كذلك وإن كانت في بيت والدها جاء في مطالب للنها ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة كأتيان بنحو مأكل لعدم وجود من يأتيها به وهل العلم قال ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة في بيت زوجها أو في بيت أهلها فليس لا أن تخرج إلا بإذنه فإذا منعها واجب عليها امتثال ذلك لأنها مأمورة بطاعته في غير معصية الله عز وجل وهو مسؤول عنها ومن الأدلة الصريعة في ذلك في الصحيحين أن عيشة قالت يا رسول الله أتأذن لأن آتي أبوي متفق عليه قال الحافظ العراقي في طرح التثريب فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها والمرأة مأمورة بوجوب طاعة الرجل الزوج وترك التمرد عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وصح والألبان في صحابي داود وفي صحابي تريب وتريب لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق بل وجاء عند الإمام البزار يام أحمد وقال الهيثم فيجمع الزوائد رواه بتمامه البزار وأحمد ورجاله ورجال الصحيح من حديث معاذ بن جابل لو أمرت أحدا أن أمرت المرأة أن تزدر زوجها من عظم حقه ولا تجد مرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب يعني على ظهر بعيد قتب هذا الذي وضع على البعيد تحت الراهن وينبغي لأهل الزوج أن يعينوا ابنتهم على الطاعة وأن يحذروها من المعصية ويحذروا من إعانة على مخنافة الزوج وإفسادها عليه قال صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند صح الألمان في السلسلة الصحيحة من أفسد مرأة على زوجها فليس منه فهذه كلها أدلة واضحة الدلال أيها الكرام الفضلاء في أن المرأة ليس لها أن تخرج من البيت ما دامت تحت عصمة رجل من غير إذنه ولذلك هذا ينبغي أن يعلم في مثل هذه الأمور ولا سيما عند فساد الزمان وتغير أحوال الناس أمس مثلا يحكي لي أحد الفضلاء أن أخاه قد تزوج ببرأة ثانية وهي زوجة ثانية ليلة عندها وليلة عند زوجة الأودة ففوجئ بها أنها تخرج من البيت بغير إذنه أين تذهب؟ تذهب للمقهى لشرب المعسل لشرب الشيشة مع إحدى زميلاتها المطلقات ولذلك المرأة تكون صالحة ومن بيت صالح لكن نسأ الله سلامة والستر والعافية تفسدها إمرأة أخرى وهذا قال فيه عمر حتى طفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فلذلك نحذر من هذا بل وهناك من الأحاديث العظيمة التي تحذر من خطورة أن المرأة تعصي أمر زوجها ولا تستمع إليه عن أبي أمام صدي بن عجلان عند الإمام الترمذ في السنن وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع ومرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام لقوم عما هم وهم له كارهون ولذلك عند الترمز عن معاذ بن جبت صح والألباني قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذي مرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجة من حر العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارق إلينا ولذلك ينبغي أن نتنبه لمثل هذا أيها الكرام الفضلاء قال شيخ رسول بن تيمير المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بيها من أبويها وطاعة زوجها عليها أو جب وقال أيضا فليس لها أن تخرج من المنزل إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاقه لأئمة انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن حجر الهيتم بالتاء المثناء الفوقانية في الفتاوى الفقهية الكبرى بعدما ذكر الأحوال الضرورية التي يجوز للمرأة الخروج فيها من البيت دون إذن زوجها لا لعيادة مريض إن كان أباها ولا لموته وشهود جنازته قاله الحموي وقال ابن قدمة في المغن وللزوج منعها من الخروج من المنزل إلى ما لها منه بوتس سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما قال أحمد في مرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها الحاصل لا يجوز لهذه المرأة أن تخرجها من بيته من البيت بعد أن أصبح لها زوج وإن كان البيت بيته بيت والدها وللأسر أن يحافظوا على بناتهم من هذا الأمر أيها الكرام الحضل أسأل الله أن يحفظنا ونساءنا وبيوتنا من كل شهر وضر وصيدهم على نبينا محمد وصحبه وسلم واخروا دعوانا أن الحمد للأهر في العالمين شكرا